اشتركوا في القناة فهناك اموال باقية بذمة ابنائه ولده وبناته الاثنان فاولاد هذا الرجل اللي توفى قبل ابو بدون الوردة وهناك اموال مسجلة واموال غير مسجلة سألنا بعض الشيوخ وقالوا ليس له لأنه لأنه توفى قبل ابو فما الحل عدم تسجيله لبعض الاموال لهذا الرجل هل يعتبر اثم ام خير اثم طيب الاب الكبير رحمه الله هل ترك وصية لابناء ابنه ترك وصية لاحفاده هو الرجل توفى توفى الولد قبل الوالد نعم الوالد الكبير الوالد اخوه ما المسجلة وما الغير المسجلة لا اسمع يا اخوه نريد انه عدم تقيانه ابو فاطمة هذا ما محل السرع من هذه المسألة يا ابا فاطمة تسمعني اي نعم الاب الكبير الجد يعني جد الاولاد هذول هل ترك وصية لهم ان يعطوا من المال لا اوض وصية ترك وصية الوصية تختلف الوصية ترك الابناء الولد الحي ايضا وصية ربع الابناء الولد الحي ترك وصية الوصية بعيدة على جانب اخر الولد له ولدان له ولدان نعم احد الاولاد توفى قبل والده واضح واضح السؤال يا ابو فاطمة اين هذا الابناء الولد اللي توفى ابناء الولد المتوفى نعم قالوا نعم نعم يطلبون الورثة طيب احنا نسألك الان يجون المحاكم تجعلهم مرزة يا ابو فاطمة اسمعني خلو اسمعني يا اخي خفف التليفزيون اسمع من الهاتف اسمع من الهاتف الجد والله من الهاتف اسمع الصوت مواضح طيب الاب الكبير الجد الذي توفى ابنه هل ترك وصية لابناء الابن وصية مكتوبة نعم ترك لابناء الابن الحي فقط لابناء الابن الذي توفى قبل الروس طيب شكرا لك شكرا بارك الله فيك ابو فاطمة من العراق يقول توفى رجل رحمه الله جميع موت المسلمين ولكنه توفى قبل وفاته احد ابنائه وترك اطفال ثم ذكر ورثة ولدين وابنتين وقال هؤلاء الابناء ابناء الابن الذي توفى قبل ابيه هل لهم في الميراث شيء لا ليس لهم في الميراث حق نعم بما ان هناك ابن نعم لان الابن يحجب من تحته من ابناء الابناء نعم فالحق في الميراث هو للابن وللبنتين اما ابناء الابن الذي توفى قبل قبل ابيه فانه لا حق لهم في الميراث الا ان يكون روصا وقد سألته وليس له في الموصف